كنت حريصة قدقين تيتا زوزو ما تبقى شبه حياة في كامل العدد إنو تيتا دي تبقى غير تيتا دي لا حياة مختلفة حياة عايشة في بابل حياة بتاعة كامل العدد دي دي عايشة في بلونة لوحدها عندناها كانت نجمة ويعني لما الظروف بقى جات والعيال تدخلت في حياتهم بس هي لازالت في بابل خاصة بيها هي جدا ما تندمجش بسهولة يعني لا هنا دي مدروزة هن دي غرقانة في وسط تفاصيل ولادها وأحفادها وشغلها وأضياها وكده يعني كامل العدد ثلاثة خلاص بدأتوا تصوير بيشتغلوا فيه في حاجة مختلفة هنشوفها في شخصية حياة في مفاجآت يعني إحنا متحمسين جدا نشوف كامل العدد ثلاثة ومتحمسين أكتر إن إحنا نشوف تيتا زوزو إن شاء الله تكسر الدنيا كالعي أنا بقول إن ده يعني شرف للكتاب والمخرجين لأن إحنا أنا جمهور هنا وجمهور هنا أنا بتفرج على كامل العدد جمهور كلنا بنتفرج على كامل العدد وكسرته الدنيا وعملته حالة جميلة جدا وإن شاء الله في تيتا زوزو تعمله حالة جميلة جدا يا رب يا رب وجودك في أي مكان بيضيف أضافة جميلة جدا حبيبتي ربنا خليتك شكرا على صدافتك الحلوة دي ونورتني نورتونا شكرا لكم جميعا أشكركم نورتونا شكرا لحضرتك شكرا لكم